في ظل جو سياسي متلبد وانفلات أمني يصب الانهيار الاقتصادي الزيت على نار العراق المتأزم انخفاض أسعار النفط المرآة التي فضحت الفشل الحكومي طوال السنوات الماضية في إيجاد بديل اقتصادي أو الدخار احتياطي مالي لهكذا أيام كالتي يمر بها العراق الآن والتي تصفها صحيفة نيويورك تايمز بأسوأ أيام يعيشها العراق بفعل ثالوث العجز الاقتصادي والشلل السياسي والانهيار الأمني الذي يجسده تحكم الميليشيات بمفاصل الدولة وتحويلها البلاد إلى ساحة صراع بين أمريكا وإيران تقول نيويورك تايمز ان انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا كلفا العراق الكثير من الخسائر لدرجة أن الحكومة ستجد نفسها عاجزة عن تغطية رواتب الموظفين وإذا كان هذا الحال بالنسبة لموظفي الدولة فكيف سيتمكن بقية الناس من تأمين لقمة عيشهم خصوصا في ظل تعطل الأعمال اليومية التي كانت تؤمن لهم الحد الأدنى من النفقات ورغم أن العراق يعتمد على النفط في معظم ميزانيته إلا أن القطاعات الأخرى التي تغطي جزء المتبقي من الميزانية كالزراعة والسياحة وبعض الصناعات البسيطة كلها تأثرت بأزمة كورونا وبالفوضى الداخلية ما يعني أن كل موارد الدولة أصابها الضرر وبالتالي أزمة اقتصادية خانقة لا يجد العراق مخرجا منها في ظل غياب الإدارة الحكيمة واستمرار حركة عجلة الفساد الأزمة ليست خاصة بالعراق بل أصابت العالم بأسره لكن الفرق يكمن في كيفية إدارة الأزمة والأدوات اللازمة فالدول المتقدمة خبأت لأيامها السوداء ما يعينها على تجاوزها فماذا خبأ العراق؟ أكثر من تريليون دولار منذ عام 2003 أهدرت وضاعت في صفقات الفساد وعمليات تسليح الميليشيات وتقوية نفوذها ولم يبق منها لهذه الأزمة إلا خيبات المسؤولين وحسرات شعب يكتشف كل يوم ألف سبب وسبب لضرورة تخليص العراق من المنظومة الفاسدة برمتها